Penetration, Perforation, Protonitis طبعاً هو أي طلاب من يسمع هذه المصطلحات يدوخ شنو Perforation, شنو Penetration, شنو Protonitis حاصلاً طلاب المراحل الأولى لما يدرسون جراحة شوية ها يبدون يخافون من بعض المصطلحات فأنا اليوم حبيث شوية واضح المو بطريقة بسيطة إن شاء الله طبعاً وياكم عمر القيسي والسلام عليكم زين نجي على أول مصطلح Penetration الاختراق أنا دمترجب تلك اليوم باللولة العربية Perforation الانثقاب والبروتنايتس التهاب غشاء البرويتون أو الصفاق باللولة العربية خلات لكم رسم توضيحي حتى أقدر أشرح به شنو هذه الحالات Penetration, Perforation هذول الأثنين هم نفس الشيء من حيث السبب لكم بيهم بعض الاختلافات البسطة راح تتوضح لكم عندنا الكبد وعدنا المعدة وعدنا البنكرياس وعدنا الدودينيوم طبعاً الاثنين عشري والبنكرياس والستومك والليفر هذه رسمها بشكل مقارب لبعضها يعني شكل قريب لشكل التشريحي بالجسم لينقلي سبب من هذا الرسم رسمته بهذا الشكل أول مرة خل نفهم شغلة أساسية المعدة أو الأمعاء لنفرض كمثال كلها تحتوي على جدار يعني مثل هذا لو كبرناه راح يكون جدار هذا الجدار لأي فعل من الأفعال أو لأي سبب من الأسباب راح يبدأ يتآكل كما في حالة القرحات في المعدة أو في منطقة الثانية عشري فلما يبدأ يتآكل فرح يصل لمرحلة راح يكون ضعيف جداً فرح يصير نوع من الانفقاب في هذا الجدار أو راح تحول تكون فتحة في الجدار وبالتالي محتويات المعدة أو الأمعاء ممكن تخرج إلى الخارج فهذه في الحالتين الpenetration والperforation يعني معناها خروج المحتوى لعضو مجوف مثل المعدة أو الأمعاء لكن مكان الخروج أو إلى أين يخرج المحتوى هو اللي يمثل لنا الفرق بين الpenetration أو الperforation راح نفهم الشون لنفرض صار عندنا قرحة في منطقة الدودينيوم وانثقها بجدار الاثني عشري وهذا الثقب انفتح على البنكرياس وبالتالي محتويات الدودينيوم دخلت على البنكرياس البنكرياس زين في هذه الحالة راح نسمي الحالة راح نسميها اختراق penetration ونفس الشيء لو صار عندنا ألسر أو قرحة في البنكرياس الدودينيوم وانفتحت وخرجت المحتويات إلى الابدومينال كابيتي أو التجويف البطني في هذه الحالة راح نسميها perforation وهذه راح نسميها penetration زين نرجع نفس المثال ننطيع المعدة المعدة لو صارت بها قرحة وهذه القرحة نفتحت على الكبد أي المحتويات دخلت في الكبد فهذه الحالة راح نسميها penetration اختراق يعني الاختراق شنو؟ أنه عضو ده يخترق عضو ثاني penetration اختراق أما لو انفتحت لنفرض بهذا الشكل طبعا هو من الأمام لكن هذه مو صبره ثلاثتلة بعد ما راح نقدر أسمها لكن اللي نفرض أنه خرجت بهذا الشكل إلى الابدومينال كابيتي أو التجويف البطني فهذه الحالة راح نسميها perforation أو انفقاب فهذه الفرق بين الperforation والpenetration هو مو السبب هو مو نفس السبب لكن إلى وين راحت الفتحة؟ لو خرجت إلى الكابيتي راح نسميها perforation أو لو خرجت إلى التجويف راح نسميها perforation يعني الابدومينال كابيتي تجويف البطن بالكامل أما لو خرجت إلى عضو ثاني يعني المحتويات خرجت إلى عضو ثاني ودخلت في عضو ثاني مو في التجويف مثل المعدة على الكبد راح نسميها penetration زين هذا المثال لنا أمطيتكم إياها ليش أمطيتكم إياها؟ لأن من أكثر الأمثلة الشائعة للperforation والpenetration الpenetration في حالة المعدة نسبة كبيرة منه يصير باتجاه الكبد والpenetration في حالة الدينيوم أو الاثنى عشر نسبة كبيرة يصير منه باتجاه البنكرياس ليش يصير هالشيء؟ لأنه هذا يعتمد على التقارب التشريحي للبنكرياس من المنطقة الثاني عشر والتقارب التشريحي للكبد من منطقة المعدة هذا راح يفيدك هوايا بحل الأسئلة لأنه ممكن تجيك الأسئلة بهذه الطريقة بقد شغلة واحدة عندنا البروتانايتس أو التهاب البرويتون هو شنو البرويتون؟ هنا يراسم لك تجويف البطن طبعا يراسم لك كبد وأمعاء ومعدة المهم هنا لدينا غشاء راح يغطي تجويف البطن الابدومين الكافتي طبعا بخصاص معينة بعض الأعضائي غطيها من جهة مو من كل الجهات المهم ما راح أدخل آني بتفاصيله المهم هو غشاء يغطي الأعضاء الداخلية في المعدة هذا الغشاء كبير جدا وبالتالي لو صار عندك مثلا بيرفريشن كمثال اللي قلت لك إيش المحتويات تخرج إلى تجويف البطن راح يصير عملية تهيوج لهذا الغشاء وراح يصير إنفلاميشن التهاب وبالتالي ش راح يصير نحن نعرف أي مكان يصير بالتهاب إنفلاميشن راح يصير عندنا طبعا البين ش راح يصير عندنا تندرنس أو ما رسمه ريبان تندرنس تصير عندنا أي ألم كل الشديد لما نضغط وممكن يكون ألم بدون حتى ضغط مصل ريجيدتي طبعا أم آران هذة من عندي اختصرتها هي مصل ريجيدتي أو تصلب تصلب عضلات البطن ليش؟ لأنه العضلات المحيطة في البطن راح يصير بيها أيضا تهيوج وراح تتصلب و أيضا ش راح يصير عندنا أبدومينال ديس تنشن شنو أبدومينالدستنشن توسع البطن واحد يقول لي ليش؟ لأنه أقول لك احنا نعرف أنه أي التهاب أي التهاب أي التهاب راح يصير راح شي يسوي هذا الالتهاب راح يسحب المياه من الجسم ليش؟ لأنه الشرايين راح تبدأ تتوسع وتنطني ماء أكثر لهذه المنطقة وبالتالي منطقة تجوي في البطن راح تسحب الماء من الجسم وراح يتجمع الماء في هذه المنطقة ليأم التهبة وهذه قاعدة دائما لما يصير التهاب يصير عندنا أديمة بالمنطقة المتحدة أو وظمة أن المياه تتجمع بها فعلى مستوى التجويف البطن راح تبدأ المياه تتجمع وكمية المياه راح تتجمع هذه طبعا نحن نعرف أن هذا الماء المياه راح يخرج من الوين؟ من البلد من الدم وبالتالي ش راح يسوي لك لما يخرج حجم كبير من الماء من الدم راح يقلل حجم الدم وبالتالي ش راح يصير عندنا قلة في ضغط الدم ولما يصير عندنا قلة في ضغط الدم راح القلبي يحاول يزيد الهارت رايت أو عدد الضربات راح يصير عندنا تيجاكارديا فرح يصير عندنا يصير حالك شوك أو صدمة راح يقلل في ضغط الدم ويرسداد الهارت رايت فراح يصاب المریض بحالة شوك أو صدمة ولو تركنا المريض طبعا راح يموت فالبروتنايتس أو التهاب التهاب خطير جدا ويجب مراعاته وعلاجه أحد أسباب الشائع هو البرفريشن أحد الأسباب الشائع طبعا الأسباب هوية ما راح أقدر أغطيها في هذا الفيديو لكن بالعموم نعرف أن يصير به tenderness ومصر رجيدتي أبدومينال مصر رجيدتي طبعا يعني تصلب عضلات البطن وأيضا يصير به ممكن أبدومينال distention لأنه تجمع السوائل وبالنهاية لو ترك المريض ممكن يموت لأنه بحي يصاب بشوك أو صدمة فهذا بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله تكونون استفادية وألقاكم في فيديو آخر يا الله سلام عليكم